وقد كان بعض الصالحين يقول بأنني لا أخاف عدم إجابة الدعاء على الإطلاق قال أنا لا أخاف عدم إجابة الدعاء أن أحرم الإجابة لا أخاف أن أحرم الإجابة ولكن أخاف أن أحرم الدعاء ألا ينطلق لساني بدعوة ربي كثيرون هم الذين يكونون كذلك لا يستطيعوا أن يدعوا ولا ينطلق لسانه بدعا ولا يجأر إلى الله ولا يتوب إلى الله ولا يرجع إلى الله قال هذا هو المحروم وهذا الذي يخشاه الصالحون قال اللهم إني لا أخشأ عدم الإجابة ولا حرماني منها لأن الله تعالى وعد ووعده حق ومن أصدق من الله قيل ومن أصدق من الله حديث وعد الله لا يخلف الله الميعاد فهو سبحانه وتعالى على اليقين سيجيب أنا هذه المسألة فرغت نفسي منها لكن المشكلة قل ما يعبأ بكم ربي لو لا دعاؤكم هذه مسألة تتعلق بي أنا ما يتعلق بالله تعالى أنا مطمئن إليه ما يتعلق بي أنا يجب علي أن أحرص على أن على أن ينطلق لساني بالدعاء ولهذا قال سيدنا أبو هريرة والله ما أخاف أن أحرم الإجابة ولكن أخاف أن أحرم الدعاء